السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني كرام اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله مرحبا بكم في فيديو جديد اخواني كرام اليوم جئنا بتطبيق مميز جدا في بالنسبة لي تطبيق يغنيك عن افضل تطبيقات لان هذا التطبيق يجتمع فيه كل شيء مما يعني فيه افلام مسلسلات فيه قنوات فيه كل هذا المحتوى يا اخي في تطبيق واحد لهذا اليوم سوف نقوم بارائكم طريقة تحميله اخواني كرام تطبيق هذا مميز جدا اخواني كرام ويجب تحميل المشغل معه لكي يشتغل معك لهذا اتمنى منكم ان تتابعوا الفيديو الى اخره لكي يعمل معكم بشكل صحيح قبل البدء وبعد بسم الله الرحمن الرحيم اتمنى منكم الاشتراك اذا لم تكن مشترك والضغط على زر اللايك وزر الجرس ليأتيك كل جديد اخواني كرام من يريد ان يتبعنا في قناتنا على التليجرام سوف اضع لكم رابط القناة في اول تعليق وفي اسفل الفيديو الان سوف نبدأ بالفيديو اول شيء سوف نفعله اخواني كرام كالعادة هو الذهاب الى جوجل بلاي ستور وتحميل تطبيق بعدما تحمل تطبيق اخي الكريم تعود الى الوجهة الرئيسية وتذهب الى الاعدادات تنزل الى الاسفل اخي الكريم وتضغط على خانة التطبيقات بعد ذلك تنزل وتضغط على امان وقيود بعد ذلك تضغط على مصادر مجهولة والان تبحث عن تطبيق وتعطيه الصلاحية هو يكون هكذا تعطيه الصلاحية. الان اخي الكريم سوف نعود الى الوجهة ونذهب الى تطبيق في خانة البحث اخي الكريم سوف نقوم بتحميل تطبيق اسمه وهو عبارة عن متجر مفتوح فيه كثير من التطبيقات وبه سوف نحمل تطبيقنا لليوم والمشغل دياله. نضغط على خانة البحث ونكتب ان لينكت نقطة لينك. اخي الكريم تكتب هذا في خانة البحث ثم تضغط على ياخذك مباشرة للصفحة الرصبية لتطبيق ان لينكت تنزل الى هنا وتضغط على داولوند ابيكا اندرويد. الان سوف يقوم بتحميل التطبيق ان لينكت مباشرة. تضغط على انستول انا حملته من قبلا احمله مجددا. بعد ما تحمله تضغط على لتحديف الملف. الان نعود الى الوجه الرئيسي اخي الكريم. وقبل فتح تطبيق ان لينكت سوف نقوم باعطائه الصلاحية. هو يكون تذهب الى تطبيقات. بعد ذلك تذهب الى سيكوريتي كما فعلنا مع مع تطبيق داولوند نبحث عن تطبيق ان لينكت ونعطيه الصلاحية. هو يكون هكذا تعطيه الصلاحية. الان نعود الى الواجهة ونفتح تطبيق ان لينكت. بعد ما نفتح تطبيق ان لينكت اخي الكريم كما ترا هنا انه فارغ لا يحتوي على اي تطبيق او اي شيء. لهذا يجب اضافة متجر سري له لكي نحصل على تطبيقنا ومشغله لليوم. نضغط على اد نيو لايبري وهنا في خانة البحث تكتب يوتيوب اتنين. تكتب يوتيوب اتنين. بعدها تضغط على زر العودة مرة واحدة وتذهب الى انتر وتضغط عليها اوكي. اخي كريم يعطيك هذه الصفحة الصفحة الترحيبية تضغط على اوكي مرة تانية انتر. الان اخي الكريم انت في المتجر كل ما عليك فعله هو النزول الى اسفل المتجر لتتحصل على قسم يوتيوب كما ترا هنا. هنا عندك اللي هو التطبيق وهنا عندك اللي هو المشغل. الان كل ما عليك فعله اخي الكريم هو اضغط على اللي هو التطبيق والضغط على بعدها تضغط على اول واحدة اللي هي install up. الان تضغط على install. تنتظر حتى يعود الى الواجهة التطبيق وهكذا ترى انه تحمل. الان تذهب الى player وتضغط على اوكي تضغط على download. والان تضغط على اول واحدة install up وتضغط على install. وتنتظر حتى يعود الى الواجهة الرئيسية. وهكذا اخي الكريم عندك تطبيق لقد حملته وحملت المشغلته. قبل ان تخرج من هذا التطبيق اخي الكريم هذا المتجر. اريد منك ان تستكشف هذا المتجر لان فيه عديد من التطبيقات الرائعة والممتازة لجهازك الاندرويد تيفي وايضا هواتف تيفي. اه هواتف الاندرويد. يعني هذه الطريقة تستعملها اذا اردت ان تستعملها في الهاتف تستعمل نفس الطريقة. تحمل تطبيق انلينكت وتدخل يوتيوب ديزيد اتنين وتدخل المتجر وتحمل فيه تطبيقات كثيرة تستغل على الهاتف وعلى اجهزة الاندرويد تيفي. الان بعدما ان تنتهي وتستشف المتجر وتحمل تطبيقاتك والمشاغلات تعود الى الوجهة الرئيسية يا اخي الكريم وتذهب الى اه جوجل بلاي ستور وتحمل تطبيق لان تطبيقنا لليوم المشاغلته يعتبر من التطبيقات المخفية لذلك عليك باي تطبيق الذي يكشف تطبيقات المخفية وتحمله عندك 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 يعني كثير من التطبيقات كلمنا عليها في فيديوهات سابقة. كان هذا الفيديو اليوم اخواني كرام املوا ان اعجبكم شاركوا معنا في التعليقات هل اعجبكم تطبيق او لا واشتركوا في القناة اذا لم تكن مشترك اضغط على زر الجرس ليأتيك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.